ويعيش الفلسطينون في قطاع غزة ظروفاً صعبة في وقت تشد فيه الأزمة الإنسانية طاحنة التي ضربت القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي وفي دلالة على وصول الفلسطينيين إلى نقطة الانهيار أعلنت وكالة الأونورو أن الألاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها للحصول على الدقيقة ومواد العيش الأساسية اشتدت الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف كل المناطق في القطاع خاصة مع نقص المواد الغذائية والأدوية وسبل الإعاشة اللازمة لحياة المدنيين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونورو أعلنت أن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الدقيق ومواد العيش الأساسية في دلالة أخرى على أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار وأضافت وكالة الأونورو أن هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة كما تظهر المشاهد في المستودعات ومراكز التوزيع مدى حالة اليأس التي وصل إليها الفلسطينيون في غزة وأكدت الأونورو أن المواطنين في غزة ارتفعت لديهم مستويات الإحباط ولم يعد لديهم القدرة على الصبر وتحمل المزيد بعد أن فاض بهم الكيلة حيث توقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني كما تقلصت قدرة الأونورو على مساعدة الفلسطينيين في غزة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة العشرات من موظفيها وتقييد حرقة الإمدادات حيث قتل ما يقرب من 59 شخصا من العاملين بوكالة الأونورو في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلية كما اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة بأنها تشكل جريمة بموجة باختصاص المحكمة مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل جهودا ملحوظة ودون مزيد من التأخير لضمان حصول المدنيين على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء